بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين انجيل يحنى البشير اللي قرناه في العشان نهاردة بيكلمنا على حقيقة روحية علاقة الحب بالوصي فاتكررت مرتين يقول في قولها المسيح كده من عنده وصيايا وحفظها وكلمة حفظها يعني عمل بها وعاش بها فهو الذي يحبني اللي عنده وصيتي وحفظها وبيعمل بيها هو ده اللي ليه الحق ان يقول انه بيحبني لان فيه ناس بكشين كتير او البكش كتير اوي جوا الكنيسة يعني عادي ان نقول اختيت سامحني اختيت سامحني اختيت سامحني ولو دست على اصبع رجلك ينهرب يهض وتشتكيني وجوابات وتعب طب فين وصيت ربنا ربنا بيقول سهل قوي انك تدعي انك بتحبني لو احنا دخلنا سجن في عتات المجرمين واسواقهم شرا وقالنا لهم اللي بيحب ربنا يرفع ايده ما حد يشير يرفع ايده كلهم ارفعوا ديه وطلعوا مستجن يعملوا ايه نفس الجرامي اللي كانوا بعملوها قبل كده فناس عايشة ازدواجية خطيرة اوي تدعي انها تحب الله ولا تبرهن انها تحب الله لانها مش خضع الوصية الكلام مفهوم وصعب يرجع في نفس الانجيل لقرانه تانية يقول اجابة ياسوع وقال له من يحبني يحبني يحفظ كلامي وابي يحبه وهنديله ونتعش معه الله 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 ده الموضوع كبير اوي بقى طيب ويروح اكسه لتالت مرة ومن لا يحبني لا يحفظ وصايا ده تحدي المسيحية تحدي وتحدي مفهوش هزار يعني الكلام ايه انتوا صدقتوا يا حبابي ده كان كده وكده اصلا اعرف لا الحقيقة مش كده وكده هو قالت ثلاث مرات في خمس اعداد اللي بيحبني اللي عنده كلامي ويحفظه ده بيحبني اللي يحبني يحفظ وصايا اللي ما بيحبنيش ما يحفظ وصايا قالها مرتين بالاثبات ومرة بالنفي عايز ارجع للقديس يحنى في رسائله هو ده انجيله ده فانجيله ما قالش اللي قاله مين المسيح في رسائله هو اللي ايه اللي قايل في يحنف رسالته بيقول ايه هذه هي محبة الله ان نحفظ وصايا تاني اما هو ده اللي المسيح قاله انا مدارش اقول غيره طب هتوصينا بايه يقول كده ووصيا ليست ثقيلة وصيا ليست ثقيلة الحقيقة انا جاي اسألكوا سؤال السؤال اللي جاي اسأله هي وصايا المسيح سهلة ولا تقيلة يحنى بيقول اللي بيحب المسيح احفظ وصايا وعلافظة وعلافظة حاجة بسيطة ان وصايا المسيح مش ثقيلة ولا صعبة ولا حاجة طب بني وبينكم لو ما كانش يوحنى قال كده واحرجنا هي وصايا المسيح سهلة ولا صعبة الانجيل بيقول وصايا مش ثقيلة لا 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 دي خوف الريشة خوف الريشة مش ثقيلة اي رأيكم يوحنى معها حق ولا معهوش حق طبعا ده انجيل حدا هيقول فيه انه يحوش حق طيب تعالوا نعمل تس صغير قوي مين فيكم يحب المسيح يا فرق ايده يقول لكم تحب المسيح وجهن العشية طبعا طيب وحارفين الوصايا ولا لا لا هارفين وصايا طب في وصايا بتقول من لطمك على خدك طيب مين مستعدين حط الصليب في ايدي وهدف في ايدي وهسخنها مين مش انا مش انا يا نهارا بيض طب لو واحد فينا ضرب الثاني ألم هيعمل في ايه دول ألم في الهواء هكون سبقته ببني في وشه بس الوصايا ما بتقولش كادا والوصايا بتقول لي بيحبني يحفظ وصايايا ويحفظ كلامي ويعيش به ايه ها لست شايفين الواصايا سهلة احب اقعداءكم平 swap pattern somρό самиか uma ắng الواء لازاين سؤون₤ عليكم ولا طايش سيء عربية خبط ابني كصر بلا المات كصروا الرجل الاثنين وهنركب له شرايح ونعود نعالج فيه سنة واثنين علاج طبيعي احب الوداء او الايمن ده احب ده العام لقد كسر ابن ويلاد رجلية ابني، لماذا أصل الوصية تقول كده، لا ما عليش يا يوحن، أنا جاي يرفع بيته، جاي يرفع بيته، لا الوصية ليس سهلة، الوصية صعبة، طب بعدين يا ابو نابولوس يعني أنت هتكذب يوحن الرسولي، حاشا، ما أقدرش أكذبه، بس أنت ومع بعض في الأمثلة أنا قلتها، حسيتونه الوصية صعبة، هسأل سؤال تاني، الوصية صعبة، الوصية سهلة، كلمة حقيقة حقيقة بقى، يعني لو كنتش هحركتك الأول لتقول لكم يوحن قال كنتم الأول قلت صعبة الأول قلت سهل، لو دلوقتي رجعت في كلامكم، ارسوا على حل عشان ما تتوهونيش وراءكم، هي صعبة وسهلة، صعبة لمين، وصعبة ليه، وسهلة ازاي، ده اللي هنتكلم فيه في الأربعتشر دي اللي باقي، أول حاجة، لماذا وصية ربنا صعبة؟ أول حاجة، لا صعبة، صعبة بجهد، لأنها تصطدم بالذات، أنت قاعدة وعمل عزومة، وعزماء، أخوات، أهل قلت جوزك، وفي واحدة فيهم كده في حسابينك، راح دخلت كده، وقالت لك أهلا، وراحت قاعدة، وبعد ما أكلت، كل الناس مدحت في أكلك دماغ دي، 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 لا شتمت، ولا ضربت خد أيمن وخد أيصر، ولا حاجة خالص، كل الناس قالت في أكلك، أكلها حلوة، أكلها حلوة، أو أنت ما رأيك يا فلانة، قالت، آه، معقول، معقول، تلاقي المخالب نزلت، والأنياب تمصص الدماغ طلعت، وتحولت الكائن من الغابة، ومش يعني مش عارف تعمل فيها، يعني أنت لو طلت تحطيها في المفرمة دي بتاعة البصل، كنت حطيتها في مفرمة البصل، يبقى أول حاجة بتعملها وسيط ربنا، إنها بتكشف ذاتي، أنا عاوز الناس تمدحني، والمسيح بيقول لي إنكر نفسك، أنا عايز أقعد في الصف الأولاني، ويدوني الكرامة، يحطوا لي ورد كده حوالين بتاع زي الناس العظماء كده، يقول لي لا، أقعد ورا، ومحدش يعرفك، طب، أنا عاوز أصلي في اجتماع الصلاة كده، والناس تتأثر وراي، أبونا بقى تتسجلوا اجتماعات الصلاة بتاعتك، لا، عاوز تصلي، ادخل في الخفاء، ويقفل على نفسك، ومحدش يشوفك، لأن اللي هيشوفك في الخفاء هو اللي هيجازيك علانية، بس أنا عاوز الناس تحترمني، طب، هم احترموني أنا عشان يحترموك أنت، ما قلبوا عليا وصلبوني، أنا عاوز المجد والكرامة والكرسي الأولاني، أنا طلعت على صليب، واللي عاوز يمشي ورايا يحط صليبه على كتفه، كل يوم، وينكر ذاته، كل المشاكل الزوجية، أساسها أن ما فيش اتضاعه فيه ذات عالية، مش أنا أنا بتعب زي زيه، وبدخل قرشة أكتر منه، نعمل إيه؟ نقسم المواعين، أنا اثنين وثلاث هو أربع وخميس، اهدي يا بنتي، اهدي يا بنتي رياحك يا تبعين، بقنا نتكلم كلنا عاملين كده، حطين صبعنا في وش اللي قدامنا، ليه؟ عشان ذاتنا عالية، عشان كده وسيط من مسيح صعبة، فتيجي واحدة متخنقة، أبوني يقولها بنتي نستحمل شوية وينطول بالنا الجواز فأول وفي مشاكله مع الوقت هيهدى، تقول لي ما أنا جاية وأقول لك كنت خايفة تقول لي كده، وما لأقول لك إيه؟ تصدقوني عندي رسائل على الموبايل، أعمل محضر ولا غير الكلون، ولا أعمل إيه؟ المحامي بيقول لي لعملوا ثلاث قضايا في زيارة واحدة، عشان لو فلت من قضية يلبس في الثانية، فهو دي طريقتي، طيب أنا هقول لك إيه؟ أنت متوقع أقول لي كده يستاهل السجن؟ أنت متوقع أنا أقول لك إسجيني ابن المسيح؟ من حقك قاطة حافظي على نفسك من الخطر أنك تتحاشي الخطر أو تبعدي عنه، ومش هكبرك أن في حد يهدد حياتك تعيش معه، لكن بتاخدي مشهورتي أن نرفع ثلاث قضايا؟ هناك أشخاص يريد أن الكنيسة تمشي على هواها، والكنيسة تبقى الكنيسة سلبية، أعرفت لماذا؟ وصيط المسيحي صعبة لأنها تصطدم بذاتي، أنا أريد أن أكون الأول وأفتخر، بولادي، خاصة لو بقى مناصبهم عالية وشاهداتهم عالية، أقول لك لا، ما نفتخفها الياب بالرب يفتخر، يعني لا أستطيع أن أقول لابني الدكتور وابني البش الدكتور، وابني البش الدكتور، لا، المفروض لا تقول لك، تلعي صعبة قوي، ليس صعبة، ده أنا الذاتي عالية، اثنين، وسيط المسيحي تكون صعبة إمتى لما تقوم قدام الشهوات؟ أنا عندي شهوات، عندي رغبات، عاوز أروح، من القرى السياحية التي يقول لك عليها أقول إنكلوسيف، أو لا أعرف ماذا؟ أقول إنكلوسيف، يعني دفعين فلوس دوس، كل غاية لما تجيب اللي في بطنك، أشرب لغاية لما تشرب، ده في ناس ما بتشربش، نقصد أنتوا فهمين حاجات معينة، تروح نكتشرب، تروح نكتشرب، تروح ببلاش، إيه ده؟ وتجي المسيحية تكلمني على ضبط النفس، أجوع وأستفضل، تعلمت في كل شيء، إن كيف يضبط نفسه؟ حاكم نفسه أفضل من حاكم مدينة، وأنا شهواتي، وأجعاني، وبقيت أبرر شهواتي؟ ببص، أغير من كل الناس بتبص، طب ما تبص، ما هم اللي قلات حياة، في إيه؟ عشان كده المسيح بقت وصيته صعبة قوي، عشان كده لما المسيح قال، ما جمعه الله ليفرق الإنسان، المسيح قال له ده لو الناس عارفت كده، محدش هتجاوز من أساسه، مكتوبة كده في إنجيل يوحنات 19، لأن التلاميذ قالوا المسيح، أنت قفلتها كده، ما هو بالشكل ده، إن محدش يطلق، وهو جمعه الله ليفرق إنسان، محدش هتجاوز من أساسه، قال له، أنا قلت كلامي، واللي عاوز يقبل يقبل، واللي مش عاوز يقبل، ما قبلش، ولكن لو أنت بتحبني، هتقبل، ولو أنت ما بتحبني، هتستصعب كلامي في كل آية، قال له، والمسيح عمل كتالي بيها راجنا، وصيت المسيح صعبة لأنها تتطلب جهاداً مستمراً، والناس ما بقتش تميل لروح الجهاد، بقت تميل لروح الراحة، بقت كل شيء مريح، كل شيء مريح، نحن عادي، يغير قناة الراديو، يغير قناة التليفزيون النهاردة، كله قاعد برموت قصاده، ومش قادر يتحرك، كنا كلنا بنهوي زمان جهاد، اسمه جهاد النوم، اللي كان قوض النوم بتاعته إبلي في أغسطس، قال لك، الجو في مصر تغير، لا، إحنا اللي تعودنا عن الرفاهية، صدقوني بطول عمره، أنا فاكر، أنا عايل، كان لدينا تكييف، لكن كنا نفعل الكشاكيل، شيء اسمه أبلسي، ونفضل نفعل ذلك، سنفعل مروحة، وكانت مروحة بشيلن، ولكن غالية أيضا، كنا نفعلها بورقة، وجرائط، عندما يده يده ينام، ما هو ينام، يده ينام، في الآخر، يقوم الملايا مياه، ليس مشكلة، ولكن نمنى، النهاردة تصور بقى، لو فيه بيت، وفيه تكييف، والتكييف، أو صوت عي شوية، فبقنا في رفاهية، ترفض الجهاد، حتى في الأسوان بتاعتنا، الأكل السيامي بقى يضاهي الأكل الفطاري، النفس نفسها بقت نفس متدلعة، سمينة، تقلت، لذلك المطانية بقت صعبة، وبذل الذات بقى صعب، والغفران بقى صعب، عرفتوا ليه؟ وصية بقت صعبة، بسبب ذاتي، وشهواتي، وضعف جهادي، أتفاضل تسعى دقائق، أنا أقول لكم نص ثاني، حسنًا، أمتى تكون الوصية سهلة؟ أقول لكم، واحد لو فيه حب حقيقي، كما قلت للمسيح، لأن الحب والطاعة حاجة واحدة، ليس في كل وقت، كنت أنا مقتنع بالذي يقوله لي أبوي في الجسد، لكن أنا كنت أحبه بجد، إحساسي إن أنا لو ما طوعتوش زعله، كان بيخليني لازم أطوعه، حتى لو جيت على قراتي أنا، المسيح كان بريء ومظلوم، وأطاع حتى الموت، عشان يقول لنا، أنا بحب الأب وبي أبي يحبني، ونفسي تحبه بعض، زي ما أنا والأب نحب بعض، أنا هثبت لكم قد إيه أنا بحب الأب، وقبل ما أقول لكم تحفظوا وصيايا، أنا هطبق الوصية، فلما يقول لي تبذل من أجل فدية العالم كله، أنا هنزل وتعلق على الصليب، وأنا بريء، طوعت ليه؟ لأن أحبه، الطاعة مرتبطة بالحب، ثورتين بيرتبطوا بعد كده، في حالة من حالات الخطوبة أو التعارف، وهي بتقول له على فكرة أنا بحبك جدا، يقول لها أنا وقعدين يبعثوا البعض، بقى كلام عاطفة، بس تقول له أنا عايز أقول لك حاجة، بس من الأول هو بقولها لك، عشان أنا صريح، أنا عنيدة، وما بسمعش الكلام خالص، وعنيدة جدا، تقول لي مين؟ تقول لي بابا أروح ماما، تقول لي خالق العمي، أنا بقول لك، من الأول، هذا حب؟ الحب يعني إيه؟ أنا أقول حاضر، فاللي بيحب المسيح أوقات بيقابل تحديات صعبة، فوق طقت وفوق قمت وقال له وضعت أصبعي على فمي لا أتكلم، لأنك فعلت لأنك قلت لأن هيدي وسيتك، فده امتحان الحب الحقيقي، ليس أنك أنت تقول بحب ربي، بعشق أسبوع الألام، بعشق سوتيجوم، بعشق بحضر بسخة السبعة، بسخة عشرة الصبح، وبسخة كنسة العصر، وبسخة مش عارف مين، حلوة قوي، عملة إيه مع بنت خالتك اللي مرة كده، قالت لك كلمتين بيخين عكروا دمك، العيد جاي ما تتصلحيها، خلي سوتيجوم تنفعك، مش هتنفعك، صدقيني ما هتنفعك، وأبقى كداب لو قلت غير كده، ولو أنا بقول كلام غير حقيقي، أطعوني دلوقتي، أو هتفتكروا، في ناس لابسة أسود، مش هتخش السماء، لأنها وعزت بمسيح، بوسيط المسيح، ومحاولتش تعيشها، ودي كانت مشكلة الكتب والفرسيين، الحب، الحب، طعا، حب طعا، طب أنا هقول حاجة للأمهات، لو أنت عندك ثلاث عيال، في واحدة منكفة، واحدة دايماً شارية مخة، وما تسمحش كلامك، والثالثة يقول لك، حاضر من عناية، يا مامو، أيهم هتكون أقرب لقلبك، الذي يقول لك، حاضر من عناية، وبعدين يرجعوا يقولوا، ماذا؟ أنت تحبها أكثر مننا، الحقيقة، أنا كحب أتمنى خلاصكم كلكم، وكحب بحبكم كلكم، لكن هذه أكثر واحدة برتاح لها، دي الوحيدة اللي بتبلي، أنا بقول لك هات الأمهات، دي الوحيدة اللي بتبلي رئي في كنتو التلاتة، ما هو نفس المقاس مع ربنا، يبقى الحب يسوي إيه؟ طاعة، والطاعة تسوي إيه؟ حب، رفته بقى عشان يحن اسمه يحن الحبيب، وزرحان في حب المسيح، لو قاله يا يحن اعمل، أنا يا رب، هتتنفي من هنا يا رب، استحق يطلع السماء ويشوف سفر الرؤية، يموت في المسيح، ما فيش حاجة عنده صعب خال، من أجلك أنه مات كل النهار، هتيجب على كرمتي وتيجي على ذاتي، تيجي، اتنين، إمتى تبقى وسيط ربنا سهلة، لما يكون متضع، المتضع، بيعرف يقول حاضر، والمتكبر يقول ليه؟ كناني، مش مختنع، طب كذا كذا، لا، وبعدين بقى، لو تعلمنا يعني ايه اتضاع، ويعني ايه كسرنا ذاتنا، كلمة حاضر بتاعة الحب، هتبقى سهلة مع الاتضاع، زي ما هي سهلة بسبب الحب، ثلاثة، علشان أطاوع المسيح، متضع، وبحبه، وعندي إيمان أن كل الأشياء تعمل معا للخير، لذين هم يحبون الله، فيه ولد مرة بيقول لي، أنا كنت كاسر قلب أبويا، أبويا كان عنده مصنع كبير قوي، فيه أكتر من نيت عامل وموظف، وطلعني من أولى سنوية في الأجازة الصيفية، يديني أسبوع أجازة في أول الصيف، وأسبوع أجازة في آخر الصيف قبل الدراسة، والثلاثة شهر كمين أشتغل في المصنع، كنت مش طيقه، ليه؟ بكل صحابي بتلعب، بس حاجة عجيبة قوي، وأنا في تانية جامعة، أبويا راح السماء، لو ما كانش عمل اللي عملوا معايا من وأنا في تانية سنوي، التلات سنين اللي اتدربتوهم كان مالنا كله تسرق، والموظفين ورؤساء العمال كانوا نهب، والمصنع كله كان بيأخلني يقول، تخلي بالك من النحاس جبناك كام، وفي السقب كام، وتخزن كام، وتشغل كام، وتقصد كام، ويحفظني معادلات، وأنا بقى متدايق، عايز ألعب سباحة، وعايز ألعب تنس، وعاوز أصيف، لما أبويا راح السماء، وجبرت شوية، وتخرجت، وشفت الخير اللي عملهن، والخير اللي بلولى إنه هو أرص علي، ما كنتش عرفت حافظ على اللي عندنا، شكرته على اللي عمله فيي، ده أنا كنت غبي لما كنت بقول لا، لو أنا عندي إيمان وتسليم، إنه محدش بيحبني أده، ومدام دي وسيطته تبقى الخيري، لأنها بتكشف ذاتي وتكسرها، كل الناس دلوقتي بتعاتب كل الناس، أصلا أنا حساسة، أصلا أنا عيانة، أصلا محدد سأل علي، في إيه إلا حصل لنا، فين شيل الصليب، ولو بمقدار، ودي النقطة الأخيرة، عشان وقتنا ملتزم به، نحن قلنا حب، واتضاع، إيمان وتسليم، إنه كل الخير، آخر حاجة، التدرج، يعني ما التدرج؟ ما اتفقنا الوصية صعبة، لو أضعنا عنوان الوصية صعبة، لأنا ولا أنتم، سنأخذ قرار بالجهاد، لأنها صعبة، لكن لو أخذت قرار بالجهاد، طب أعمل حتة، زي الحكاية التي تقال للناس الذين راحت للأنب انطونيوس، قالوا له، أريد أن نسافرين لك، ويأتي لك البحر الأحمر، وما كان فيه عربيات، ولا سوبر، ولا تكييف، ولا بتاعي، نرقبين الحمير، يعني مشوار يهد، لو قلت لما وصل أنب انطونيوس، قالوا له، قلنا كلمة منفعة نوصل بها للسماء، قالوا، أنت عندكم الوصية، ما اللضمك على خدك الأيمن، قادر لهم آخر، قالوا، صعبة قوي 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 قوي، قال لهم، على الأقل، إذا ما كنتش قادر تدي له الخد الثاني، اكتم غضبك جواك، دقم، صعبة جداً، قال لهم، لا، الأول تسامحوا، قالوا، لا صعبة قوي، قالوا، طب اكتم غضبك جواك، وما تردش الإسابة، قالوا صعبة جداً، فجابت الميزة، قالوا، اسمع لهم مئدة، وأصرفهم، جايين مستصعبين السكة، يبقى عمرهم ما هيمشوا فيها، جايين، مستصعبين السكة، فعمرهم ما هيمشوا بيها، فأوعى تقول الوصية في المسيحية صعبة، قالوا، حبي أنا ضعيف، ذاتي أنا عالية، اتضاعي، مش موجود، ما عنديش إيمان كافي، ما بحاولش أجاهد، ولو بالتدرج، لأن لما قالوهم، تدور خدك الآن، قالوا، طب ما تدورش خدك الآن، بس ما تتمنياش الانتقام، لا، دي صعب، قالوا، طيب ما تحاولش تدغى، لا، دي صعب، قالوا، لا، ما دام انتوا رفضين، حتى تجاهد في الوصية، حتى قد كده، زي مرة صدقوني، ده حصل، واحدة بتحكي لي، على حد ساعة تعبت منه، قوي 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 قوي، فأقول لها، طيب، ممكن ناخد وقت نصليلها، إن ربنا يهديها، ويطيب قلبك نحيتها، قالت، ده فضل مني، إن أنا ما بدعيش عليها، تقول لي كمان أصليلها، خلاص، هي قفلت الباب، هي حرة، بس الوصية تحطت من أجل المكافأة، واللي هيرفض الوصية، ملوش مكافأة، اللي يحبين يعمل إيه؟ يحفظ الوصية، وصية ربنا، زي ما بيقولها يوحنى الحبيب، ليست ثقيلة، لأن العب هي أنا، لإلهنا كل مجد وكرامة، الآن وإلى الأبد، آمين، اشتركوا في القناة، غيرًا، هل زي ما؟ عموين، أصبحوا واستفهم، خلاص،